السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع نهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي ما عندنا نسخة ويندوز حدواشر اربعة وعشرين اتش تو نسخة مخففة نسخة تدعم جميع الاجهازة نسخة تدعم الالعاب بمنتهى السهولة والبساطة لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمنتهى البساطة الخطوة الاولى اللي احنا نعملها نروح نفتح المتصفح الخاص بينا بعد ما فتحنا المتصفح هناجي في الخانة اللي هي بتاعة البحث اللي موجودة فوق هنضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركوه لك في قلب صندوق الوصف نعمل له لصف بعد كده نضغط على من لوحة المفاتيح هيفتح معانا الموقع ده تمام هننتظر لحديث ما الموقع يحمل لما الموقع هيفتح معانا هنبدأ ننزل تحت تمام لحديث ما ناخد الرابط ده زي ما حدرك شايف كده هناخده كوبي هنقف هنا نعمل كوبي تمام انا اخدت كوبي بعد كده هتروح رايح على شريط البحث اللي عندك في شريط الادوات نبدأ نغير اللغة بتاع البحث للغة الانجليزية نكتب كلمة باورشيل ومجرد ما كتبنا كلمة باور هيظهر معانا الباورشيل نبدأ نقف عليه ونعمله عملية تشغيل كما سقول نقول له نعم الخطوة اللي بعد كده ان احنا نروح وقفين على الباورشيل بالماوس ونعمل كليك يمين هيتم لسك الرابط اللي احنا اخدناه من الموقع بعد كده هنضغط من لوحة المفاتيح على مفتاح انتر وننتظر مع بعض هتبدأ تظهر معانا الادايا اللي احنا هنستخدمها بازن الله في تخفيف نسخة الويندوز حدرتك قدامك خياري لو كنت انت محمل نسخة ويندوز حداشر اربعة واشرين اتش تو هتبدأ تحدد له مكان النسخة من هنا لو حدرتها ما كنتش محملها كل انت هتعمله تضغط على ويندوز حداشر هيفتح معاك على طول اللي هو رابط آآ شركة آآ ميكروسوفت تمام على ويندوز حداشر مباشرة تبدأ تنزل تحت تبدأ تحدد له آآ نوع نسخة الويندوز اللي هي ويندوز حداشر اربعة واشرين اتش تو تمام بعد ما تعلمها لو تضغط على دول لود لحظات بسيطة بعد كده تختار اللغة هتختار اللغة اللي انت عايزها انا هفترض ان انا هاخد اللغة العربية وبعد كده تضغط تمام لحظات بسيطة ويبدأ يظهر معاك آآ رابط التحميل زي ما حدرتك شايف كده هو بيقولك اللي هو دول لود اربعة وستين بت اللي هي نسخة ويندوز حداشر عربعة وستين بت تبدأ تضغط على دول لود هتبدأ تظهر معاك نسخة الويندوز آآ بتاع آآ اللي هو ويندوز حداشر طبعا هتنتظر لحيني استكمال التحميل بتاعها وتبدأ تشتغل نفس الخطوات اللي ان هعملها طبعا بما ان انا محمل النسخة قبل كده فمش هعمل الخطوة ديه كل اللي انت هتعمله بقى بعد ما تحمل النسخة تبدأ تعمل على تمام هيبدأ يستعرض لك جهاز الكمبيوتر الخاص بك تبدأ تشوف المكان اللي انت محمل فيه نسخة ويندوز حداشر تمام انا هبدأ ادور على المكان لحد يد محددها له استوانات وبعد كده استوانات ويندوز وبعد كده جيب له اللي هي ويندوز حداشر اربعة واشرين اللي هي اللغة عربية تمام كده بالعربي طبعا انت هتختارها بعد ما تحملها تضغط على اوبن تمام هو هيبدأ يتابع الاستوانة الحديث ما يقول لك ان الاستوانة دي سليمة فيهاش اي مشكلة تمام هنا بقى هيقول لحضرتك يعني حدد لي المكان اللي انت هتحفظ فيه النسخة بعد تعديلها تضغط هنا وهتقول له انا عايزك تحفظ لي النسخة بعد تخيفها على سطح المكتب هتقول له موافق تمام هيبدأ يضيف لك اه فولدر فاضي هيبدأ يعمل عملية تفكيك لنسخة الويندوز في هذا المكان كل انت تعمل وتضغط على ستارت هيبدأ يفكك نسخة الويندوز اللي هي ملف الايزو داخل الملف اللي حضرتك انشأته دواتي على سطح المكتب زي ما حضرتك شايف كده لو انا فتحت الملف هيبدأ يفكك نسخة ملف الايزو عشان يبدأ يعدل على هذا الملف انا هنتظر طبعا لحين الاستكمال بتاع تفكيك الملف ونرجع ليك مرة تانية تابع معي الفيديو زي ما حضرتك شايف كده هو بيقول ان هو انتهى من اه تفكيك ملف الايزو لو انا رحت على الملف اللي هو انشأه على سطح المكتب هتلاقي كل الملفات بتاع نسخة الويندوز اصبحت موجودة في هزا الملفة زي ما حضرتك شايف كده ركز كده في الملفات ديت تمام بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنضغط على الخطوة اللي بعد كده حضرتك هتضيف على دو اللود هنا هيتم اضافة ملف اللي هيقوم بعملية تخفيف نسخة الويندوز اسناء عملية استطاب ده طبعا ملف الايدي بتوفره ليك بيبدأ يخفف لك النسخة وبيخليها تشتغل على كل الاجهزة بنسخة خفيفة جدا تستلاقش اي جزء من موارد الجهاز فانت تبدأ تضغط على دو اللود زي ما حارك شايف كده هو عبار عن ملف تم اضافته للنسخة لو انا فتحت هتلاقي الملف ده اضاف اللي هو ملف الويب ده ده الملف اللي هيساعدك في عملية تخفيف نسخة الويندوز اسناء عملية استطاب ويخليها تشتغل على كل الاجهزة طيب الخطوة اللي بعد كده بعد كده حضرتك هتروح ضغط برضو على كلمة نيكست هنا بقى بيقول لك لو انت حابب ان انت تضيف تعريفات القطع بتاع جهاز الكمبيوتر الخاص بك لو انت ضفت هنا عملت قد هيدم نسخ كل التعريفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك لكل قطع الجهاز بتاعك ويدم دمجها في النسخة اللي انت خففتها طبعا لو حضرتك حابب هتروح ضغط على هيتم اضافة كل التعريفات اللي موجودة على النسخة الخاصة بيك داخل نسخة الويندوز بس انا ما بفضلش ده انا بفضل ان انا اعرف بعد كده القطع قطع قطع بدون اي مشكلات نبدأ نضغط على تمام كده هو الخطوة الاخيرة بقى ان انت هتبدأ تعمل نسخة الويندوز يعني اتكاريت نسخة الويندوز ده الملف اللي احنا ضفناه عليها عشان يعمل لها عملية التخفيف نبدأ نضغط على كريات ايزو تمام كده هوت هنا ظهرت العلامة الحمرة في الوقت ده هوت هيقول لك سيليكت لوكيشن يعني المكان اللي انت عايز دي في النسخة تضغط عشان تحدد المكان ده سبب ظهور الخطأ فتبدأ تقول له انا عايزك تحطها لي على سطح المكتب تمام? وتبدأ تسمي النسخة تحتك فانا هكتب نسخة ويندوز داشر تمام كده هوت اربعة وعشرين اتش تو تبدأ تضغط على سيف هيبدأ يحفظ لك النسخة اللي هيتم تخفيفها على سطح المكتب نضغط على كريات ايزو هتلاقي بعملية الدو واللود والكريات للنسخة بتبدأ زي ما حرك شايف كده على طول ظهرت على سطح المكتب معي نسخة الويندوز اللي هتبقى نسخة مخففة وهيبدأ هنا يعدي معاك عملية اا اكمال نسخة الايزو زي ما حرك شايف كده اتنين وتلاتين تلاتة وتعيتين انا انتظر لحديث ما تكتمل مية في المية لكن قبل كده ما تكفلش الملف ده لان هو ده دليل على ان عملية اا اكتمال النسخة شغال في خلفية الجهاز انا انتظر لحين ما تكتمل الى مية في المية تابع معايا العملية وصلت لسبعة وتسعين في المية انا بنبع حضرتك ان انت مينفعش ان انت تقفل الباورشيل لانك لو قفلته النسخة مش هيكتمل عملية اا تخفيف ليها وتحويلها للملف ايزو صالح للاستخدام زي ما حضرتك شايف كده الملف الايزو اصبح موجود بس العملية لسه لم تكتمل انا انتظر لحديث ما توصل مية في المية وهيبدأ هو بيقولك ان اقفل عادي خالص الباورشيل ان العملية اكتملت بنجاح انا انتظر لحين ظهور هذه الرسالة زي ما حضرتك شايف كده عملية الافتمال تمت هو بيقولك ان العملية تمت بنجاح تمام بيقولك اضغط على اي بقى مفتاح عشان تقفل اللي هو الباورشيل او ممكن تقفله من علامة الخطأ اللي فوق دي تمام وبالتالي اصبح عندي ملف نسخة ويندوز هقوم بحرقه على فلاشة بعد ما اضيفت عليه الملف اللي هيقوم بتخفيف النسخة اثناء عملية استطاب اللي ان شاء الله برضو هنعمله ويوري لحضرتك ازاي النسخة تبقى نسخة مخففة وسريعة جدا على جهاز الكمبيوتر وتدعم كل الاجئزة طبعا انا وصلت دوقتي بجهاز الكمبيوتر الخاص بيا فلاش ممريد وفي نفس الوقت حضرتك اكون مجهز برنامج عشان تحرق نسخة الويندوز على الفلاش لو حضرتك ما كانش عندك برنامج كله هتعمله هتفتح المتصفح الخاص بك وتيجي في خانة البحس هنا تكتب كلمة تضغط على من لوحة المفاتيح بيفتح معك على طول الموقع بتاع شركة تضغط عليه تمام وتنتزل حديث مصفحة البرنامج تفتح معك ولما تفتح معك صفحة البرنامج هتنزل تحت تبدأ تختار اللي هو ريفوز اربعة ستة اللي موجوده قدامه ويندوز واربعة وستين تبدأ تضغط عليه عشان تبدأ تعمله عملية ده واللود على جهاز الكمبيوتر الخاص به لو كان نسخة مش موجودة عندك طبعا انا موجودة عندي فمش همحتاج الخطوة ديك لان انا بس توريتها لحضرتك لو حابب ان انت تتحمل برنامج ريفوز هنروح بقى نجيب برنامج ريفوز خلاص احنا كده اني نحملناه تبدأ تضغط على اللي هو برنامج ريفوز تقول له نعم هيبدأ يفتح معك برنامج ريفوز تمام انا هقول له لأ مش عايز اتحقق من تحديثات لان دي نسخة عديثة موجودة على الموقع زي ما حدرق شايف كده فتح معي برنامج ريفوز على طول ارى الفراشة الخاصة ليا هي فلاشة ستاشر جيجا زي ما حدرق شايف كده هنا تبدأ تحدد له مكان النسخة اللي احنا خففناها تبدأ تضغط على اختيار هيبدأ يفتح لك جهاز الكمبيوتر الخاص بيك انا طبعا النسخة اشغيلها على سطح المكتب ابدأ اقول له سطح المكتب حدد له النسخة ابدأ اقول له فتح تمام كده هوت اصبحت النسخة موجودة داخل البرنامج تمام هنتظر الحديث ما يقراها كل اللي انت هتعمله هتنتظر بعد ما البرنامج قرأ نسخة الويندوز هتبدأ تظهر معي الخيارات دي اللي هي مخطط التأسيم طبعا لو الجهاز بتاعك جي بي تي هتختار جي بي تي لو كنت انت ام بي ار هتختار ام بي ار طيب هنعرفها ازاي بمنطقة البساطة كل اللي انت هتعمله هتغط على قيمة ابدأ تضغط كيمين وتروح رايحة لحاجة مقدارة الاقراس تمام كده هوت وتنتظر لحديث ما دارة الاقراس تفتح معك تمام بالصورة دية تبدأ تروح على الهارد ديسك اللي انت هتصطب عليه نسخة الويندوز تقف عليه وتعمل كليك يمين تنزل تروح رايح على خصائص كمام كده هتفتح معك خصائص هتبدأ تروح على وحدات التخزين هتلاقي وحدات التخزين عندك نوع التأسيم بتاعها جي بي تي لو كان ام بي ار هتختار ام بي ار يبقى انا عرفتك ازاي تعرف جي بي تي ولا ام بي ار ازاي بعد ما عرفت جي بي تي ولا ام بي ار تبدأ تضغط على عشان تعمل عملية اه نسخة لاستوانة الويندوز على الفلاشة طبعا هناخد الخيار ده وده هنسيبه متعلم عليهم صح ناخد الخيار اللي تحت برضه نعلم عليه صح ده مهم جدا عشان ما تشفر لكش الخاصة بيك على الكمبيوتر نبدأ نضغط على هيبدأ يقول لك انه هيتم مسح كل الملفات الموجودة على الفلاشة هتقول له موافق تمام هيبدأ ياسطم لك الفلاشة وينسخ آآ ملفات نسخة الويندوز على الفلاشة كل اللي احنا هنعمله طبعا انه انتظر لحين نسخ آآ الويندوز على الفلاشة تابع معايا الفيديو زي ما حضرك شايف كده تم نسخ نسخة الويندوز بالكامل على الفلاشة هنا بيبدأ يعمل عملية تخصصات كده على النسخة هننتظر لحين الانتهاء بالكامل تابع معايا الفيديو هيبدأ يعمل آآ تخصصات آآ لي الفلاشة كل اللي مطلوب منك انت هتنتظر آآ طبعا اوعى تضغط حضرتك على كلمة اللغاء ولا كده هتلغي آآ نسخ النسخة على الفلاشة يبقى فيه اخطاء كتير ممكن تقابلك فهننتظر لحين الانتهاء بالكامل زي ما حضرك شايف كده بعد تسعة وتسعين في المية لحظة بسيطة وهتقفل المية في المية ويبدأ يقول لك ان تم نسخ النسخة بنجاح على الفلاشة زي ما حضرك شايف كده بيقول لك خلاص كده جاهز هتبدأ تضغط على كلمة اغلاق كمام كده اصبح عندك على الفلاشة بتاعتك آآ نسخة ويندوز حضوشر مخففة هنا فيه الملف طبعا اللي كان البرنامج عمله لينا ساعة نفكك النسخة ليس له اي قيمة دوات حضرك هتبدأ تعمله عملية تبدأ تمسحه من على جهاز الكمبيوتر الخاص لك لان انت اصبحت مش محتاج لي الخطوة بقى اللي بعد كده ان حضرتك هتعرف آآ جهاز الكمبيوتر بتاعك هتدخل على البوت من ايني ومفتاح طبعا انا الجهاز بتاعي آآ آآ فالدخول على مفتاح البوت عشان نصدها بالويندوز هو آآ اف تسعة طبعا زي ما حرك شايف كده على الشاشة انا جبت ليك كل الازرار اللي ممكن تستخدمها مع جميع انواع الاجهزة كل اللي مطلوب منك هتعرف نوع الجهاز بتاعك وهتضغط على عني ومفتاح اللي مطلوب منك دوقتي ان انت هتعمل عملية رستارت الجهاز الكمبيوتر واول ما يجي جهاز الكمبيوتر بتاعك يشتغل تبدأ تضغط على آآ آآ تسعة لو كان جهازك او حسب نوع الجهاز بتاعك تضغط على المفتاح المناسب هيبدأ يدخلك على طول على نسخة الويندوز الخاصة ليك تابع معي الجزء الاخير وهي عملية تسطيب نسخة ويندوز حدوشر عربعة وعشرين اتشتو مخففة تسطيب نسخة ويندوز حدوشر بمنطل بساطة زي ما حدرك شايف طبعا الخطوات معروفة للجميع حدرتك هيبدأ يتم تثبيت آآ النسخة كل اللي انت هتعملوها تنتظر لحين الاكتمالي طبعا هنا بيعد معك آآ عملية تسبيت آآ نسخة ويندوز حدوشر آآ كل اللي انت هتعملوها تنتظر لحد ديت ما تكتمل عملية التحميل آآ ممكن الجهاز بتاعك تلاقي عمال ينور ويدفيد ده طبعا الملف اللي احنا حطانوه بتاع تخفيف النسخة هو اللي بيعمل الموضوع ده هوت فلو لقيت عمال آآ يلوى مضاد ديت ما فيش اي مشكلة خالص ده هو ملف التخفيف بيخفف ليك آآ النسخة اللي احنا عملناها. تابع معايا الفيديو. زي ما حدرك شايف كده هي وسط لحوالي ستة وسبعين سبعة وسبعين. انا انتظر لحين الاكتمال بالكامل. هيبدأ جهاز الكمبيوتر يدخلك في المرحلة التانية. هيبدأ يقول لك التثبيت قيد التقدم. انا انتظر طبعا لحديد ما يكتمل عملية تثبيت آآ النسخة. بقت اتنين واربعين في المية. تابع معايا. زي ما حدرك شايف كده بتبدأ برضو عملية آآ تخفيف للنسخة الملف بيشتغل معك. بقت اربعة وتسعين في المية. هيبدأ يدخلك بقى على اختيار اللغة. طبعا هنختار اللغة العربية واللي هي مصر ومية واحد. هيبدأ هنا آآ بيقول لك انتظر. لحين آآ استكمال النسخة. هيبدأ يعمل عملية رستارت. هيبدأ يقول لك آآ مرحبا. هيطلب منك ان انت تدخل الاسم. هيتحقق ازا كان فيه تحديسات. زي ما حدرك شايف هتظهر معنا الرسالة دي. في الوقت ده بيقول لك انت عايز تثبت هتبدأ تضغط على آآ نعم. تقول له موافق. تمام? الخيار التاني آآ اللي هو الرسالة بتظهر لك لما تيجي تثبت اي برنامج بالموافقة. تضغط برضو نعم. هتقول له موافق. بعد كده كل اللي مطلوب منك انت عشان تثبت ويندوز دوفندر واللي هي رسالة آآ تثبيت البرامج. هتعمل رستارت لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. هيبدأ آآ الكمبيوتر يعمل عملية رستارت عشان يثبت ليك لو كنت حابب. لو مش حابب تجاوز هذه الرسالة وما تثبتهش. هيبدأ يعمل اعادة تشغيل. زي ما حدرك شايف كده. وبعد كده هيفتح ليك جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ما حصلت على نسخة ويندوز حداشر اربعة وعشرين نسخة مخففة وسريعة جدا. تشغل جميع الاجهزة وفي نفس الوقت تدعم الالعاب. تابع معي الفيديو لحين الوصول الى سطح المكتب. زي ما حدرك شايف كده هنبدأ ندخل على سطح المكتب. ده سطح المكتب بتاع النسخة بعد تثبتها. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت الشيء جديد ما تنساش طبعا ان انت هتدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وباركاته.